اشتركوا في القناة 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 كما تشوفوا جبت لفات فيتي هنا تحبوا تديروا مربع او كاري او مستطيل تحبوا تديروا دائري انا افضلت اني ندير شكل دائري تخضروا تديرهم ايضا دي سوفلي فرديين ماشي مشكلة احنا مدهنت البلات تاعمة ولي واني تجاج ماهو حيالي لسقلي وثم الكاني البلات عكمي يلسق تدير شو غير شخفي فتا فرينة كما تعرفوا لبات فيتي اصلا دوريجين راح الزيت تطلق لكم شوية ليدة و هنا كما تشوفوا نحاول غير كيفاش نقطع هادو كل الحواف بشجينة يعني الشكل تعلق البلاء دائري هناك كالوحد الخطأ يعني درتو متوقعوش فيه لانه صراحة ان كنت تنسيتو لكم حارفين مع التصوير ديفوو تنسو هنالبنات شوفوا هادو الليشيت حاولوا تلموهم فقط تلموهم بيديكم و تلموهم فوق بعضهم بركعة و دوحلهم و ستعلوهم في اي وصفة اخرى ما تخافوش الفيطاج يبقى هو هو الخطأ صغير يعني مشي حاجة انتم البنات كي تحلوا العجينة لازم تديروها بشوية فرشيطة ولا موس ولا مهم ديرو فيها ثوقوب بشها كما تدير لكمش الهواء من تحته طيب لكم غاية مهم يا البنات انا هادوك الحواف فقط تدهنتهم بشوية البيض حطيت شية فرمج كمية من الزيتون هنا قلت لكم لا فاغس اي اختيارية تحبوا غرس و سطومات عادية و ديرو لها شوية طون ولا شوية فرمج و انتم تحصلتوا على اروع فاطيرة هنا اضفت كمية من الجبن اكيد كما كنت وصيتكم لا فاغس لا تكثروا لها الملح لانه لو كانت تكثروا لها مع هذك الفرمج يعني رح يأثر عليها لهذا حاولوا تنقصوا فلافقس الملح وهنا كما كم تشوفوا دهنت فقط الحاوف هذوك بالهاني بالبيض باش كنحط العجينة الفوغانية نضمن انه ما تتحلش معايا وفي نفس الوقت تبقى سطح هذك العجينة اللي ملفوق اللي نزيدها تبقى كما نقولوا لسقفية فيها حاول فقط بالاصابع تشكلوها كا تريقلوها فقط الفرن اكيد تكونوا مسخنين على اعلى درجة من بعد تنقصوا له كي تدخلوا لها الفطيرة البنات هذو كليشيت كما شوفوا ما راحش نلمهم كي ما عاجين شوفوا البنات فقط هكا حطوها في كيس بلاستيكي راحين تعودوا تحلوها عادي تستعملوها لأي مملحات ما راح يصير الهاوالو يعني فقط الاخوات اللي دي ما يحبوا يديروا الاشكال لكن هذوك الحاوف يعني ما يلقوا لهم شحل لابات فيتي ما راحش تأثر عليها كي تلميها بهذيك الطريقة اللي نعتها لك يعني من بعد تحلوها تلقوا الفيطاج هو هو وهنا كما كم تشوفوا جبت صفار حبابا هنا تحبو تدهنوا ايضا بالحليب هنا يا البنات كان صيحة وحاجة مهمة هنا لازم تتراسي وفقط ما تتقطعوش العجينة إلا قطعتوها من بعد اكيد دخلوها للفرن راح ادشيكم جيهة هاربة جيهة زايدة جيهة ناقصة فهمتوا هنا لازم التراسي وفقط اضفت شوية جلجلان تحبو اضيفو زيتون أسود لما لا دخلوها للفرن قلت لكم يعني زوج دقائق تكون الفرن تاعكم حالي من بعدها نقصولوا البنات وخلوها تطيب على مهلها وهنا بعد ما تطبط لي حوالي البنات عشر دقائق شوفوا البنات يعني شفت باللي السطح التحتاني والفقاني شد روحو هنا نقدر من قطعها يعني من الأعلى حتى الأسفل يعني قطعوه العادي اللي يطرعون شتعكم لكن في الاول ما تقطعوها شتراسي وفقط هذي لازم محاجة مهمة وكيما تعرفوا تكون حساسة لو كانت قطعوها في الاول راح ينهاربو لكم الطبقات كامل مرحاش تجيكم الفطيرة تعكم شابه انا نقطحها ونعود ندخلها للفرن درجة حرارة متوسطة ما تعلو لها شنار خلوها تطيب على مهلها شهدك الفويتاج الله الله يجي شباب انا ندخلها ونعود نولي لكم شكرا 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 اشتركوا في القرمشة اشتركوا في القرمشة شكرا